حلقتنا الليلة بنجدد فيها رفع شعار لا للتعصب وإحنا هنا مش نسينا طبعاً الملف ده لا إحنا نبدأ في الملف ده على طول لأن الرياضة يعني الروح الرياضية الرياضة يعني المحبة الرياضة معناها السلام للتقارب والمفروض الرياضة بتقرب مش بتفرق إحنا عندنا احتقان على الساحة الرياضية الفترة اللي فاتت بطريقة غريبة جداً عن الأهل والزمالك وده يتكلم على ده وده يتكلم على ده وإفهات وبش عارف إيه نبطل بقى الكلام ده بقى عشان كده إحنا النهاردة مصممين على محاربة التعصب مش بالكلام ولكن بالفعل وده المرة يمكن التانية في برنامج المجري اللي بنجيب فيها نجم زمالكاو كبير زي ما قلت في بداية الحلقة عشان نقول إن الأهل والزمالك طول عمرهم كانوا إيد وحدة وشفتوا قبل كده في إفريقيا مكان الخطيب وأنا ونجوم كتير جداً نروح ماتشات الزمالك قبل ماتشات الزمالك نروح نسند الفرقة وكابتن حسن شحاتة وفاروق عفر والخواجة وغانم وطاة بصرة الله أرحمه كان بيجيوا النهات لأهل عشان يسندوا كنا بروح المقاولين ومقاولين بيجيونا هي دي الروح الرياضية عشان كده حتشوفوا دلوقتي في الحلقة دي من خلال حكايات غريبة تسمعوها لأول مرة ولأول مرة هتعرفوا العلاقة اللي كانت بين الأهل والزمالك اللي كانت بين اللاعبين وبين الإدارة وبين جمهور الناديين إحنا مش عاوزين عاوزين نحترم بعض عاوزين يبقى الروح الرياضية بين الناديين الكبار لأن الناديين الكبار لما تبقى العلاقة بتاعتهم مع بعض طيبة ده بين عاكسها لبيت الأندية الثانية إحنا عاوزين نرجع الكورة المصرية عاوزين نرجع الجمهور المصرية انتوا شفتوا الفرق في بره عامل ازاي وشفت الجمهور عامل ازاي عاوزين نزيل التعصب من حياتنا كلها مصر العظيمة دي تستحق منا ان احنا نضحي ونضحي بكتير قوي من اجلها وعلشان كده نبدو التعصب احنا هنا بنعمل الحلقة دي وبنتكلم فيها وهتشوفوا فيها حاجات انتوا الاول مرة زي ما بقول لكم المجري البرنامج طبعا بيش اسمانها البرنامج انتوا بتسمعوا في حاجات ما سمعتاش قبل كده لان انا بعرف اطلع من الضيف الحمد لله فضل من ربنا بعرف اطلع منه الحاجات اللي ما تقلتش قبل كده وعاوزين يا جماعة عاوزين احنا بنقول مصر طلعها زي الساروخ عاوزين بقى الروح الرياضية ترجع تاني زي ما كانت مش عاوزين بقى فيه فصل بينه الجماهير عاوزين نرجع الجماهير تاني فين جمهور النادي الاهلي ونادي الزمالي والمصر والاتحاد ده ببقى فيه حياة في الدنيا كلها وهي الكرة كده يعني الكرة بدون جمهور عاملة زي الممثلين بيمثلوا على مصر عاوزين ما فيش جمهور ملاش طعم حتى في الماتشات لما بيجيبوا الصوت الميكروفون من الملعب بنسمع حاجات مش كويسة وفي نفس الوقت صوت الجمهور بيعمل حماس غير عادي أنا والعاوز بالمكلمة أنا في النادي الاهلي أنا هتعودنا كنا بلعب بشاقل من 80 ألف ممكن نبصل 120 ألف 130 ألف والزمالي كذلك والإسماعيلي كذلك والاتحاد كذلك والمصري كذلك ليه ما أرجعش الجماهير عشان يرجع الجمهور لازم من هنا بقى من برنامجنا ده اللي احنا هنتكلم فيه هبنقول عاوزين هدوء عاوزين الانتخابات على وشق لو كملت كملت يبقى ندي للناس فرصة بقى أن تشتغل بالراحة بهدوء عاوزين الناس تشتغل لصالح مصر الناس تشتغل لصالح مصر الفترة اللي جاية لازم بقى فيه هدوء على الساحة الرياضية وربنا وفقنا إن شاء الله